اشتركوا في القناة الجامعة بما يتواءم مع تطورات العلمية ودمجهم في سوق العلم العمل لم تكتفي جامعة بيرزيت بذلك فقط في نوعية هذه التخصصات وإنما أيضا قدمت رزمة من التسهيلات والمنح لطلبتها في إطار سعيها لاستخطاب باحثين مميزين للانتحاق ببرنامج الدكتورة في علم الحاسوبة فيما تقدم بيرزيت منحا وخبرات متعددة وخطة دراسية شاملة تفتح فضاءات بحثية وعلمية وعملية كبيرة لخريجي برنامج الدكتورة في علم الحاسوبة لنتعرف أكثر حول هذا البرنامج ما هي وما هي الشروط وما هي الامتيازات التي سيتمتع فيها الطلبة الذين سيتم تزيلهم والتحاقهم في هذا البرنامج يصعدنا هذا المساء أن يكون معنا في السوديوهات شبكة وطن الدكتور مصطفى الجرار مدير برنامج الدكتورة في علم الحاسوب في جامعة بيرزيت وأستاذ الذكاء الاصطناعي أهلا بك الدكتور مساء الخير مساء الخير وأنت ضيفا عزيزا ودائما لوطنا أهلا بك نشرفين فيكم شكرا على هذه الدعبة الكريمة أهلا وسهلا فيك يعني دكتور بداية وقبل أن نغوص وإياك في هذا البرنامج ومعرفة ما هي والامتيازات التي يحمل هذا البرنامج خلينا بالبداية في ظل حالة من اللبس المجتمعي المتعلقة بمفهوم الدكتوراه ممكن عندنا في فلسطين لنتحدث وإياك فعليا عن ما هو تخصص الدكتوراه ولماذا يجب أتوجه إلى هذا التخصص شكرا على هذا السؤال هذا السؤال هو الجوهري هو قبل ما نسأل عن تفاصيل برامج برنامج الدكتوراه في علم الحاسوب فعلا أنه لازم نسأل شو عن الدكتوراه لأنه في مفهوم نعتقد نحن في برنامج الدكتوراه في علم الحاسوب جامعة بيرزيت نعتقد أنه المفاهيم الشعب الفلسطيني حول ما هي الدكتوراه والمتوقع منها هي ما فيه مغلوطة فخلينا نقول الدكتوراه تختلف عن الماجستير الماجستير هو بثلسفته هو زيادة في المساقات لتخصص معين لزيادة الخبرة في العمودية في شيء محدد فهي ليست مهارات بحث علمي ولا مهارات تفكير هذا الماجستير الدكتوراه تختلف تماما الدكتوراه في عندنا خلينا نقول ثلاث أبعاد لازم نحققها حتى نقول هذا الشخص يصلح أن يكون دكتوري الآن هذا نخرجه أول شيء طبعا البعد المعرفي أنه يعني يفهم في التخصص المعين هذا شيء مفروغ منه ولكن من لاحظ أنه كل الدكاترة مرات الدكاترة اللي درسوا صح هم يكون عندهم شيء مشترك هي مجموعة من المهارات وطرقة التفكير فمجموعة المهارات وفي طريق التفكير خاصة في دقة يعني الدكتور لا يتكلم الشرق والغرب اعتباطا يعني بيكون بعد على كلماته وبالتالي هذا نتيجة تدريب على أن يتوخى الدقة في الكلام حتى طبعا هذا كمان ما هيكي عن يعني مهارات البحث العلمي نفسها بس فيه كمان مهارات مثل مهارة الكتابة مهارة الإلقاء مهارة التحدث مهارة المهنية في التواصل القدرة على حتى مثلا كتابة مشاريع ففيه كثير مهارات بتسكل شخصية الطالب حتى نقول هذا الشخص الآن أصبح دكتور دائما منقول على مستوى البكالوريس درجة الأولى والماجستير وهو بكونوا مهندسين مثلا على أقل في علم الحاسوب والهندسي مهندسين بقدروا ينفذه بينما الدكتور بقدر يخترق حل فهذا الفرق الدكتور بكون عنده قدرة أنه يخترق حل احنا في شركات التكنولوجيا المعلومات ممكن نقول المهندسين اللي معهم ماجستير يبدعوا فيه إنتاج برمجيات بس يكونوا بقلدوا حدا أشياء تم اختراعها من كبير الحاج يعني إن صح التعبير الدكتور الحديث عن إمكانية الابتكار ما هو الابتكار والتالي أتى برامج الدكتوراه في الجامعات الفلسطينية المفروض أن تكون رسالتها كلهم حسب تخصصه ابتكار أشياء جديدة لشعب الفلسطيني إحنا يعني مش معنيين نخرج بس شهادات ولا نعد أرقام أن نخرجنا عدد ولا حتى نعد أوراق علمية حتى هذا ليس طموحا الهدف أن نحترع أو نحل إشكاليات للشعب الفلسطيني سواء كانت في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في الهندسة ولا في الطب ولا في علم الحاسوب طيب اليوم ممكن حنحكي عن أحد هذه البرامج اللي جدا مهمة وممكن لديه الكثير من الامتيازات واللي بتتمنى أنه يلاقي أغنصاغية من قبل المقبلين على هذا البرنامج لأنه يحمل في طياته الكثير من الإبداع والتميز لهم ولي صالحهم وكما أفردت طبعا جامعة برزية الاهتمام الدائم بالطلبة خلينا بداية نتعرف على ما هو برنامج الدكتوراه في علم الحاسوب وما الهدف من هذا البرنامج أول شيء الدكتوراه في علم الحاسوب الذي بنضم إلنا تم اختيارهم كالتالي ما منقول خبرته شهاداته هذا ما منطلع عليه نحن في عندنا مجموعة من الأساتذي يعني علماء مرموقين اللي هم يبقودوا الإشراف في البرنامج فميج منقول إذا أنا بدي أختار مثلا أنا عن نفسي بدي أختار طالب بدي أقول هذا الطالب بدي أتبنى أربع خمس سنوات ولا ثلاث أربع سنوات أتبنى بمعنى أنه كل أسبوع بقضي معاه من ثمان لعشر ساعات وأنا بدرب فيه بدربه على الكتابي بدربه كيف يكتب إيميلات بدربه على كل شيء بشرف على كل تفاصيل بحثه وخلينا نقول الجوانب المهنية في شخصيته فبالتالي اللي بنضم لإلنا في برنامج الدكتوراه بعلم الحاسوب هو عمليا أخذ منتر يعني مشرف مرشد لمدة أربع مثلا ثلاث أربع سنوات حسب طول فترة الدكتوراه أسبوعيا بطريقة حثيثية جدا منشرف على كل ما هنا فبالتالي هي عمليا يعني اللي بدي يجعي لنا بدي يقول أنا بحاجة إلى مش الشهادة فقط أنا بحاجة إلى حد يتبناني لمدة هيك ثلاث أربع سنين يشرف على كل تفاصيل حياتي دربني على كل شيء وحتى فيما بعد بعد ما تخرج كمان يظل مشرف ومرشد وناصح لا لا إلي هذا فلسفة برنامج ضع في دارة في علم الحاسوب هلأ في عندنا مجموعة من الأساتذ الأفاضل سواء إن كانوا علماء في جامعة بيرزيت هم علماء مرموكين سواء إن كانوا في جامعة بيرزيت أو حتى نحن نتميز بأشيء ثاني إنه علماء المهجر يعني من وجه التحية سواء إن كانوا فينا يعني زملاء هم بروفوسورز مشهورين جدا يعني مرموكين جدا أسمعهم لامع عالميا سواء إن كانوا في جامعة فلوريدا وفي جامعة ميشيغين وحتى في أمازون وفي جامعة ليتس في بريطانيا ففي هنا مجموعة كبيرة اللي هاي موجودة في البرنامج مش شكلا لا هم موجودين في لجنة إدارة البرنامج موجودين في التدريس وموجودين في الإشراف وموجودين في التعليق على كل الإشي يعني لما منغير التعليمات هم يكونوا موجودين فهم يكونوا موجودين بتفاصيل ومفاصل العملية كلها. بالإضافة هذا بكل من الموجودين في داخل الجامعة كمان. نعم. واضح أنه في تكامل والاهتمام من الألف إلى الياء في تفاصيل هذا البرنامج. خلينا شوي نحكي. إيه هي شروط القبول لهذا البرنامج. وإيه هي المساقات اللي يعني ممكن فيه اهتمام كبير جدا فيها. ونتحدث عن إيه هي الخطة الأكاديمية المرسومة لهذا البرنامج. الحقيقة في عندنا أول شيء مصارين. فيه مصار الذكاء الاستناعي. وفيه مصار هندسة البرمجيات أو هندسة الأنظمة. مش البرمجيات. نحكيش على software engineering. نحكي على software systems بشكل عام. مثل security مثلا. أنه في مجال أمن المعلومات. في عندنا ناس مختصين أساتذي علماء كبار كمان ممكن يشرفوا في أمن المعلومات. وفيه لنا مصاري الذكاء الاستناعي كمان اللي هو متشعب ومفتوح. يعني يتداخل فيه الإنسانيات واللغويات. يعني اللغة. سواء أن كان حوسبت اللغة. سواء أن كان السوشال مينيا. علم الاجتماع. إلى آخر. هذا كل يدد دخل في علم الذكاء الاستناعي. فعندنا مصارين في البرنامج. البرنامج عندنا يتكون فيه شيء مش موجود ولا في برنامج الدكتوراه. في أي من البرامج الموجودة في الوطن. أنه عادة البرامج تتكون من مساقات وأطروحها. إحنا عندنا المساقات نوعين. مساقات تدريسية ومساقات بحثية. فعندنا الطالب يأتي من أول يوم. عادة في الجامعات الأخرى أو حتى في برامج الأخرى في جامعة بيرزيت. أنت بدأت دخلي سنتين مساقات وبعدين تروح أبحث. عندنا لا. عندنا من أول يوم تدخلي بلشي في البحث والتعامل مع المشرفة. من أول يوم. وفي الطريق تدرسي مساقات. فعندنا ست مساقات تدريسية وعندنا أربع مساقات بحثية وعندنا الأطروحة. هذه بشكل عام هيكلية البرنامج. أبل أن نغس كمان في شيء مميز في هذا البرنامج عبر إيش التسهيلات والامتيازات التي سيحظى فيها طلباء. في جزئية جدا مهمة حكينا فيها الدكتور. وفعليا لفتت انتباهي هو موضوع أنه كم التخصصات أو من لديهم تخصصات جميعية بإمكانهم التوجه إلى هذا البرنامج. ويحظو في هذا الاستثناء المقدم من قبل جامعة بيرزيت عبر تخصص برنامج الدكتورة علم الحاسوب. نحكي شوي في هذه الجزئية. أريد أن أشكرك على هذا السؤال. لأنه كثير يسألون مهم للناس. لا يوجد شرط في تخصصك في البكالوريوس أو في الماجستير حتى تكون تدخليه برنامج الدكتورة في علم الحاسوب. فأجانا أحد الطلاب السنة الماضية كانت تغصصها لغة عربية. وكانت أنا مهتمة في أعمل دكتورة في علم الحاسوب. طبعا. لا مشكلة. بغد النظر عن تخصص الإنسان يقدر يدخي أعمل دكتورة في علم الحاسوب. طبعا. بيختلف أنه نطلب منه ممكن مادة ممكن خمسة ستة مواد استدراكية. حسب المواد الاستدراكية بدي يدرسها طبعا مع طلاب البكالوريوس يدرسها. بس هاي يعني يقدر يخلصها خلال ستة شهر سنة حسب الشخص. يعني حسب شو كان خبرته. فإحنا منقيم مهاراته العلمية ومعارفه العلمية ومنقرر كأي مساقات استدراكية. بس لا يوجد أي شرط على دخول سوى طبعا أنه يكون حامشة ماجستير. هذا طبعا شرط وزارة. حتى لو تيجي لقلنا نستثني. أنا أحب أن أشير لنقطة. الدكتوراه في أوروبا وفي أمريكا. إحنا هون فهمينها غلط بفلسطين. إحنا منفكر أنه أنا بروح بدرس بكالوريوس خاصة إذا كان هندسة تقريبا 170 ساعة. بعدين بدرس ماجستير. طبعا هؤلاء بكونوا المساقات. بعدين بدرس ماجستير 36 ساعة فرضوا مساقات. بعدين بدرس عالدكتوراه بدرس. كمان 30 ساعة مساقات. هذا مش موجود ولا في جامعة في الدنيا. غير الجامعات الجزء هنا في الوطن وبعض الأكتار اللي حوالينا أعتقد لعدم فهم إيش بصير برا. مثلا في أمريكا مش هيك. أمريكا من البكالوريوس للدكتوراه. المساقات اللي في الدكتوراه تحسب إيلو ماجستير. هذا يبطرس. في معادلة أسهل وأسدس. في أوروبا هي ثلاث سنين بكالوريوس وساني بسمها أو سنتين ماسطر بس هاي هي من ضمن البكالوريوس بعدين الدكتوراه. يعني ما في داعي لمفهوم اللي احنا هنا في الوطن نسميه ماسطر. احنا هنا طلاب الماسطر بيقعدوا سنتين ثلاثة أربع وميدرسوا وعمليا هذا كله ما بلزم. أعطب الحقيقة هذا كله مضيعة وقت. وخطأ. خطأ يعني مش موجود. أنا ما بعرف من وين الناس فاهمي كيف فهمت هاي الأشياء خطأا. اللي بتطلوب أنه لازم نقلل العدد الكورسات العدد الكورسات الزيادة هذا غير مفيد. فاللي منقوله احنا أنه الطالب لازم يدخل بغد ننظر عن تخصصه بدرس المساقات اللي بتلزمه فقط. احنا منوجه يعني انت ناكسك مساقين هدول من كل كل حدرس فقط واذا ما بلزم شي ما بلزم شي فلازم احنا يكون عندنا في فلسطين توجه في دمج بين الماجستير والدكتوراه انه هيك تكون برامج يعني انه اللي بقدرش يكمل في الدكتوراه بيطلع في الماجستير بشي زي وصراحة تخفيف عبء نفسي ومالي واكاديمي والاستثمار ممكن في جوانب أخرى متعلقة بالبحث والابتكارات وإلى ما غير ذلك خلينا احكي شوي عن هذا البرنامج دكتور عبر في هناك رزمة من الامتيازات الأخرى متعلقة بالأشخاص الذين سيتوجهون إذا هذا البرنامج ومن يتخرجون ضمن برنامج الدكتوراه لأنه أكيد في أمامهم الكثير من الفضاءات سواء كان على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد العالمي في محكاة لتطورات تكنولوجية والذكاء الاصطناعي وغيره نحكي عن رزمة الامتيازات هو في الحقيقة عشان نكون صريحين مع شعبنا هي ليست امتيازات هي الدكتورات وعمل هيك لكن إذا سابحها يعني نسميها مجازا امتيازات فنعم اللي يدرس في جامعة بيرزيت في علم الحاسوب الكل منعطيه منح لمن يرغب بالحصول على منحة هيأخذ منحة سواء كانت نصف منحة نحكي بعد شوي إيش نصف منحة أو منحة كاملة إذا توقف هنا عشان هيك سابحها امتيازات بصراحة لأنه فيها منحة مقدمة بصورة كبيرة جدا يعني تخفف العبء عن الطالبة ضمن هذا البرنامج وبالإضافة ناهيك أنه فعليا امتيازات مقدمة عبر كل المنح وبالإضافة إلى المساقات المطروحة والتخفيف العبء سواء كان في المساقات أو حتى في الإدماج في الجانب البحثي والعلمي نتحدث بداية عن جزئية المنح جزئية المنح المنح في جامعة بيرزيت هي يعني اللي بدخل منحة كاملة يعفى من الأقصاد تماما تماما ما بدفع أي أقصاد طبعا الأقصاد هي يعني ليست بسيطة 250 دينار على الساعة المؤتمدة وعلى فكرة بالمناسبة جامعة بيرزيت هي أكل الجامعات سعرا لأنه في الجامعات الأخرى 370-380 دينار الساعة فعندنا أصلا اللي بيأخذيش منحة هي أصلا رسوم التكلفية خلينا نقول طيب فما بدفع أقصاد اللي معها منحة وكمان منعطي دفعتين في كل فصل دفعة فحسبوها مرة الطلاب قالوا تقريبا 1700-1800 شكل شهرية هي 4000 دينار في السنة على 12 شهر تطلع تقريبا 1700-1800 شكل فهي كافية لحدا طبعا ما عندوش عيلي لحدا كافية ييجي مثلا يسكن حتى في بيرزيت ويعيش يعني كالطلاب يعني هيك كنا عايشين احنا كمان لما درسنا بره هذا اللي بأخذ منحة اللي بأخذ نصف منحة طبعا اللي بأخذ منحة من كله لازم تتفرغ لازم يكون متفرغ في الجامعة يعني مش شرط يداون في الجامعة بس لازم ممنوع يكون عنده عمل آخر اللي بأخذ نصف منحة مش شرط انه يتفرغ فمنعطيه من نصف الأقصاد ومنعطيه بدل 4000-2000 فاذا بيحسبها بيطلع هو عمليا معفل من الأقصاد فقط تماما طبعا بالمقابل والمقابل هون هو مش مقابل الحقيقة لأنه هو نفسه امتياز المقابل أنه يدرس المعامل منحة كاملة يدرس ست ساعات في الجامعة في الجامعة فصليا أو خلينا نقول 12 ساعة معتمدة سنوي بالسنة ممكن يوزعهم خلال فصل أو فصليا أو حتى بالصيف كمان والذي يدرس نصف منحة اللي يأخذ نصف منحة مطلوب أن يدرس ست ساعات في السنة طبعا يدرس في البكالوريوس الست ساعات في السنة بجزء درسهم كلهم مفصل مثلا مادة السيو ومختبراتها وخلصنا هل هذه نفسها نحن لا نقول حياتها مقابلها لا نحن أصلا يعطينا امتياز أنه يدرس في جامعة بيرز لأنه فكرة الدكتور لازم كمان نحن نشرف عليها أثناء التدريس كمان ندربه نشد رهي في التدريس فهي كمان مهارة التعامل مع الطلاب وإلى آخره هاي بشكل عام بدي أشير لنقطة كمان أنه عندنا في الجامعة ميزانية الأبحاث بعيدا عن برنامج الدكتوراه يحق لطلاب الدكتوراه التقدم الحصول على مشروع بحثي كل سنة بقيمة خمسة آلاف دولار فطبعا هذولا ما بيخذهم إله هو إلا في بعض الحالات يمكن مجازا تجاوزا بس هو بحصول الطالب فممكن يجيب معاه مثلا مثلا نحن في حالة طلابين مثلا بوظفوا لغويين يساعدوهم في حسبت اللغة وحسبت المعاجم فبوظفوا مثلا معهم ناس أو بوظفوا مبرمجين أو يعني مشروع بحثي يعني بيقدم للجلة الأبحاث وبحصل على خمسة آلاف دولار سنويا من الجامعة فهي عمليا يعني الحقيقة أنها فرصة بتتعوضش نعم صراحة يعني هي عن جد فرصة وفيها الكثير من الامتيازات اللي كمان بالإضافة إلى يعني ليس فقط التدريس في بيرزيت وإنما الانخراط في جانب الأحاث وإلى ما غير ذلك ولكن عبر البرنامج هناك يعني خلق فضاء تبادل معرفي عملي وبحثي من خلال زيارات علمية لجامعات أخرى يعني هذا امتياز جدا مهم لأنه سيبني تطلعات ورؤة كبيرة متعلقة في خريجي هذا البرنامج الحقيقة هي التبادل الطلابي يعني إحنا نقول الطالب لازم يطلع بره أولا خلال نقول كيف نحل المشكلة أنه طلابنا لازم يطلعوا على الخارج لأنه كمان في بعض آخر بإشي يتعلمون من الخارج مش موجود عندناه اللي هو مش الإشي العلمي ولا مجرد السفر خلالنا فحنا منعوضه بشغلتين الحقيقة على أكل في برنامجنا أول شغلي أنه من وفر فرص للطلاب أنهم يزوروا جامعات خارجية يقضوا فيها فترات معينة يعني بدأت بمثال السنة هذه كان في عندنا طرحت علينا بس ما سافروا الطلاب لأسباب لوجستية بس مثلا جامعة ملقة عندنا تعاون معهم ومن خلال هذا التعاون طلعنا الطلاب أو في مرحلة أنهم طلعوا الطلاب يعني حسب كل طالب حسب ظروفه وحسب المد لأنه رايح هناك زيارة علمية عند أستاذ وعند طلاب دكتورة ثانين فممكن قالوا لهم منمم أكل شيء أسبوعيا وأكثر شيء منكم ست شهور فهي مثلا فرصة فرصة الثانية أن الطلاب عندنا يسافروا على المؤتمرات نجبروا ونسافروا على المؤتمرات ما في مجال ما يسافرش على المؤتمرات العلمية المتخصصة اللي يتحل في شغله لازم يسافر وجامعة بيرزيت طبعا بتغطي ضمن الإمكانيات بتغطي جزء من هذه الصفر فإحنا منقول أن الطالب أصلا لازم ينظم يعني جزء من المهارات اللي بنسويها للطالب أنه إحنا بننظم مثلا أنا بنظم مؤتمرات دولية وبشارك في تنظيم مؤتمرات دولية لليش يعني بسوي هاي الشغلة مش لي حتى نشاطا مني لا لأن هذه فرصة أنا باجي بنظم مؤتمر وبجيب طالب معاي من طلابي وهو بكون مساعدة إلي في التنظيم وبالتالي بيحاكي التجربة بيحاكي التجربة وبتعامل مع ناس ثانين من بره يعني طلابي مثلا الثاني كانوا فيه ناس من جامعة من جوجل وكان فيه أحد المسابقات العلمية اللي نظمناها وكان فيه جامعة فيه جامعة من قطر كمان جامعتين فدخل الطالب نفسه فيه تعاون وعلاقات واجتماعات كمان فيه جامعة من كندا بريتش كولومبيا وكان فيه طلابنا بتعاونوا مع الطلاب اللي هناك وبنظموا مؤتمر فالطالب عايش في المجتمع العلمي اللي حسب تخصصه المجتمع العلمي حسب تخصصه هذا بعطيه بعطي الطالب شغلتين مش فقط القدرة وتدرب على التواصل مع العالم الخارجي لا كمان بيقرف يسميها أحدث اللي كاعد بيسير بالعلم حاليا فلازم الطالب يكون بتواصل مع العلماء هذول مباشرة بدون حواجز فاحنا نحاول يعني هيك على أقل احنا لما درسنا الدكتوراه كان المشرف تابعي بكل انت شو بدك تتعلم مني انت بدك تتعلم مني هاي الشغل شغلي فنية شو بدك ايه هروح تتعلم عن حالك انت بدك تتعلم مني تعال انا ايه علاقات كبيرة علمية خذها قبل ما تتخرج خيش بك مع كل علاقاتي وخذ علاقاتي معاك ففعلا يستثمار طبعا هذه هي اللي منحاول احنا طيب الدكتور اكيد هذا البرنامج بحاكي التطور التكنولوجيا الكبير جدا الذكاء الاصطناعي اللي يعتبر نقطة تحول في هذا العالم وسيبنى عليه الكثير ومتغيرات خلال السنوات المقبلة خليدي احكي عن كيف يحكي هذا البرنامج عذا التطور وكيف يخدم فلسطين والله هذا سؤال فيه نوع من المسؤولية الحقيقة اذا ما كان البحث العلمي بفيدنا مباشرة كشاب فلسطيني اولا ما بناشي احنا مش اخر همنا انه اكس ولا واي يحصل على شي هادي او عشان نزيد راتبه هذا احنا الان نستثمر كافراد ليس فقط كجامعات كمان احنا مشرفين كافراد نستثمر من وقتنا ووقت عائلاتنا في طلابنا من اجل تغيير في الواقع الفلسطيني تغيير الافضل طبعا في برنامج الذكاء الاصطناعي وخير نقول في برنامجنا في البعد الذكاء الاصطناعي طبعا بنا نحل اشكاليات حقيقية للمجتمع الفلسطيني ما امكان ما امكان احنا ما ندعيش بس مثلا بدي أعطيك امثلة من المواضيع التي بيشتغلوا عليها طلاب الدكتوراه في جامعة بيرزيت مثلا اول شيء فيه اشي يسموه مثلا محلل دلالة دلالة للغة العربية هذا قاعد ينتج في جامعة بيرزيت من بأيدي طلاب الدكتوراه اللي بيفهم دلالة الكلمات ولي معانيها كمان في محلل صرفي في جامعة بيرزيت يعني بيفهم اشياء بالصرف للغة العربية هذا في جامعة بيرزيت طيب اكتشاف اسماء الاعلام من النصوص هذا كمان في جامعة بيرزيت بديش اذكر اسماء الطلاب انا بس يعني اكتشاف مش الفيروسات يعني الهجمات الالكترونية كمان هذا منشتل عليه في جامعة بيرزيت اكتشاف ثغرات امنية بالكود بالبرمجيات اللي بنتج هاتشات جي بي تي الثغرات الامنية هاي كمان فيها هاي مش نشغل عليها حاليا في جامعة بيرزيت استخراج او اكتشاف منسميها الاحداث من النصوص يعني مثلا بتقوله مثلا اعتداء المستوطنين على كذا كذا هذا حدث منسميه ورد في نص اكتشاف الاحداث باللغة العربية وبالعامية كمان العامية الفلسطينية هذا كمان يشغل عليها في جامعة بيرزيت اكتشاف خطاب الكراهية باللغة العبرية سوشال ميديا سوشال ميديا تويتر باللغة العبرية انه الاهلي تعرف انه هذا البوست على تويتر وهذا التويت في خطاب كراهية ضد الفلسطينيين باللغة العبرية مش بالعربية كمان هذا شغل طلاب دكتورة في جامعة بيرزيت اكتشاف البياس اللي هو التحيز في النماذج اللغوية الجديدة وعلى الفيسبوك تحيز ضد الفلسطينيين يشغل عليه في برنامج الدكتورة في جامعة بيرزيت فهذه امثلة هذه امثلة من المواضيع اللي بنشتل عليها في برنامج الدكتورة كذولة اللي عديتوا انا هذولة مطروحات طلاب دكتورة في جامعة بيرزيت وفيك عندنا مواضيع اخرى نأمل يجينا طلاب متميزين اللي نعطيهم اياها حتى يقدروا حلو اشكاليات لشت مجتمع الفلسطيني كيف سيبنى لاحقا دكتور على خريجي وخريجات هذا البرنامج وعلى مخرجات هذا البرنامج محليا ودوليا ورسالتكم اليوم في بيرزيت لفعليا الاستثمار وانتهاز الفرصة للانضمام إلى هذا البرنامج برنامج الدكتورة في علم الحاسوب الحقيقة نحن منأمل خريجينا مش نافسوا جامعات لا محلية ولا عربية ولا لا طموحنا انه طلابنا يروحوا يشتغلوا خاصة في الـ IT احنا يروحوا يشتغلوا يكونوا خريجينا بمستوى انهم يشتغلوا في جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وتيك توك وهي الشركات هذا احنا لمس على له هذا المشتغل عليه والطالق انه دفع الأولى تالي البرنامج هي متميزة جدا وبصراحة تصلح لهذا المستوى فنحن لا نقمل نخرجهم يكونوا أساد الجامعات في جو عنا هون يعني مش هذا الفكرة مع انه بحب أوضح نقطة كمان في مفهوم مغلوط انه هل يحق لطلاب اللي بتخرجوا من جانعة بيرزيت دكتوراي انهم يتوظفوا في جانعة بيرزيت نعم يحق يسحلهم ما فيه اي قانون ضد هذا الاشي لانه في مفهوم مغلوط يتعلق في طلاب الماجستير ننظفش احنا طلاب ماجستير أساتذي هم مخرجين جامعة بيرزيت نخرجهم لفقط ثلاث سنوات ولكن طلاب الدكتوراي هذا مختلف وهذا امتياز آخر فطموحنا مش انهم فقط يكونوا مدارسين الدكتوراي من أجل حل مشاكل طموحنا نحل مشاكل لمجتمعنا طموحنا نغير إيجابيا في مجتمعنا تغيير حقيقي معرفي مش فقط انهم يتخرجوا فبالتالي هذه الدعوة لكل واحد عنده طموح كل طالب أو طالبة عنده طموح خاصة غير القادرين على السفر يعني أنا على فكرة بيسألوا لو سحل في جامعة بيرزيت وسحل في جامعة محترمة بره بقول لا اطلع بره ما فيش مشكلة ثم مرات صعب اننا نطلع بره صعب لأسباب مش فقط أسباب مالية وأسباب عائلية وأسباب كثير في أسباب بس اننا نعمل دكتوراه هون لازم نعمل نجم نتميز ونعمل هون صح الدكتوراه في فلسطين لازم تبنى برامج صح لأنها أفضل بتخدم الوطن البرامج الدكتوراه لازم تكون بتغير في المجتمع لأن هم الطلاب هذول المعول اللي بيعمل أبحاث وإن شاء الله منكون على يعني نحقق طموح جميع الشباب والصبايا ودائما نعمل فيكم خيرا دكتور فيك حضرتك وفي جامعات بيرسيد كذلك شكرا جدا عن جدك معنا في السيديوهات وطن شكرا هذه الإضاحات ومن الجديد هي خطاب الجميع والاستثمار فعليا في حيثيات وامتيازات هذا البرنامج شكرا إليك دكتور مصطفى جرر عشدك معنا هذا المساء